طيب دكتور إحنا إذا نرد سؤال سؤال أنتوا من الأحزاب اللي دائما تدعون إلى توزيع عادل للثروات ولا توجد لديكم مكاتب اقتصادية مثل ما موجود في الأحزاب الأخرى من يمول الحزب؟ نعم نحن نعتبت في تمويل الحزب على إمكانيات تنداتية على طاقة تنداتية على إمكانيات تنداتية على قضية الاشتراكات على قضية التبرعات ولن أصدقاء مثلا يتبرعون على سبيل المثال هذه البناية إيجار أم ملك؟ نعم هذا البناية هي إيجار عفوا ملك هذا البناية ملك ملك للحزب ملك للحزب لأنه ماذا لدينا بناية سابقا بناية سابقا هذه البناية بعد الانتفاضة كنا متواجدين في أحدى البنايات وهو بناية النقابة وهذا البناية النقابة هو كانت بناية يعني يعني كافة البنايات الحكومية هذا وزعت على عساف سياسية كان قسم منها بنايات تعلق بالحزب البعث الحاكم السابق فكان لدينا حصة ضمن هذا فهذه البناية تسلمناها إلى الحكومة ومقابل ذلك حصلنا على هذه البناية بالمبالغ الواردة من تلك البناية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة